الزمالك كمان قرر صرف مكافئات مالية لجميع اللاعبين بعد حسم الفريق بطولة الدوري المكافئة هتكون لكل اللاعبين بقائمة الزمالك من ضمنهم اللي راحلوا زي بين شرقي ونجم وطارق حامد وابو جبل وده موقف محترم من نادي الزمالك حتى لو راحل طارق حامد وابو جبل بطريقة ما عجبتش نادي الزمالك وجمعين نادي الزمالك وحتى لو راحل أشرف بن شرقي ومحمد ونجم وهم لعبين مهمين في نادي الزمالك بس كل دول شرقاء نجاح في هذا الموسم مع نادي الزمالك وما لهاش علاقة المكافئات بما حدث في المشهد الأخير برتغالي جوزفالد فريرا المدير الفني النادي الزمالك استقر على الاعتماد على فريق الأمل خلال مواجهة أسنان كامباني في الجولة الأخيرة من عمر مصابقة الدوري المصري الممتاز من المنتظر أن يعتمد فريرا على بعض اللاعبين مع بعض البودلاء في الفريق الأول خلال مواجهة المصري دي يوم الجمعة الجاية إن شاء الله مين فريق الأمل؟ عشان بس بحب أشرح لحضراتكم فريق الأمل هو فريق مش فريق الشباب ولا فريق الناشئين أو فرق الناشئين هو فريق متجمع فيه لعبين من فريق مواليد 2001 و2003 و2005 الفرق الشباب كلها أو فرق الناشئين كلها جمعوا كده كان الكابتن أسامة نبيه بالمناسبة يعني ينسى بالفضل الفريق الأمل ده للكابتن أسامة نبيه هو اللي جمع فريق الأمل ده اللي بيدعم الفريق الأول دلوقتي بشكل رائع جدا